بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أن انتهينا من الكلام على الاجتهاد ومراتب المفتين ننتقل للكلام على مبحث هام وهو التقليد ففي هذا الدرس نبين معنى التقليد والمقلد وحكم التقليد فقال الشيخ حفظه الله ونحن نقرأ من كتاب بغية الأريب للدكتور أمجد رشيد قال التقليد لغة مأخوذ من القلادة التقليد لغة مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها ومنه قلدته الهدي ومنه قلدته الهدي وهو الصلاحا يعني التقليد الصلاحا أخذ القول من العالم من غير معرفة دليله أخذ القول من غير معرفة دليله يعني من غير معرفة دليل ذلك العالم على هذه المسألة فكأن الحكم في تلك الحادثة قد جعل كالقلادة في عنق من قلد فيه يعني عندما يأتي الشخص المقلد هذا ويأخذ حكما شرعيا من غير معرفة دليله كأن المجتهد أو العالم قد قلده هذا الحكم كما تقلد القلادة قال وهو الصلاحا أخذ القول من غير معرفة دليله بل حتى لو أخذ المقلد قول العالم مع معرفة دليله فهذا لا يعد أن يكون مقلدا لأنك إن أخذت الدليل وحفظته فأنت حافظ للقول مع دليله أما المجتهد والعالم إذا وقف على أدلة مجتهد آخر المجتهد إذا وقف على قول العالم ودليله في هذه المسألة فهذا فوقوفه على هذا القول وأخذه به لا يسمى تقليدا لماذا؟ لأن هذا الذي وقف على هذا الدليل هو مجتهد فهو ليس يسلم بهذا العالم فقط لمجرد أنه وقف على قوله ودليله بل لأنه استقرأ أدلة الشرع كلها وعلم أن قول هذا العالم ودليل هذا العالم لا معارض له لا معارضة له واستقراء أدلة الشرعي لا يكون ذلك إلا للمجتهد إلا للمجتهد إذن قد يقف الشخص على قول العالم ودليله الوقف على دليل العالم إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون غير ذلك إذا وقف العالم أو المجتهد على قول الغير وعرف دليله تمام وقلده في هذا القول لا يعد ذلك تقليدا بالمعنى الذي ذكرته لماذا؟ لأن هذا الإمام المجتهد إنما وافق هذا الذي سبق لهذا الاجتهاد لأنه يعلم أنه لا معارضة لدليله لا معارضة لدليله يعني الإمام الشافع رحمه الله يكون في بعض الأحيان قد وافق قولا لإمام قبله كابن عباس مثلا ووقف على قول ابن عباس ووقف على دليله لكن وقوفه على قول ابن عباس وعلى دليله لا يسمى تقليدا لماذا؟ لأن الشافعية أهل للاجتهاد وهو إنما وافق ابن عباس لأنه استقرأ دلة الشرع فلم يجد معارضا لقول ابن عباس ودليل ابن عباس فوقوف العالم على الدليل ونقصد بالعالم هنا المجتهد وقوفه على الدليل واتباعه لقول قد سبقه هذا يسمى ماذا؟ يسمى اجتهادا لأيه يسمى اجتهادا لأن وقوف المجتهد على دليل من سبق إنما هو وقوف لأنه علم أنه لا معارض لهذا الدليل باستقراء دلة الشرع أما غير المجتهد قد يقف على قول العالم ويقف على دليله لكن بأنه لم يصل إلى هذه المرتبة الشريفة مرتبة الاجتهاد فهو يحفظ القول مع دليله فهو في الآخر مقلد هو لا يعدو إلا كوله مقلدا فإذا المقلد قد يحفظ قول العالم من غير دليله فهذا مقلد والذي يعرف قول العالم مع دليله ولم يكن أهلا للاجتهاد فهذا كذلك ماذا مقلد غاية الأمر أنه حفظ القول وحفظ دليله لذلك نجد كثير من الناس اليوم قد يذهب إلى بعض كتب التي تكلمت في مسائل الدين وأتت عليها بما يسمى اليوم بالفقه المقارن فيحفظ أقوال العلماء وأدلتهم هل حفظه لأقوال العلماء وأدلتهم هل هذا يجعله مشتهدا لا هذا حفظ هذا حفظ القول مع دليله بينما عندما يقف الشافعي رحمه الله وهو أهل للاجتهاد وقد تكاملت فيه آلة الاجتهاد عندما يقف على قول لمن سبقه من العلماء وقوفه على هذا القول مع دليله هذا اجتهاد لأن الشافعي يعلم سلامة هذا القول وهذا الدليل عن المعارض باستقرائه لأدلة الشرع واستقرائه لأدلة الشرع لا يحسنه إلا المجتهد لذلك قال الشيخ حفظه الله والمراد بالقول في قولنا التقليد أخذ القول المراد بالقول هنا الرأي يعني الرأي الصادر على المجتهد سواء دل عليه أي على هذا الرأي القول اللفظي أو الفعل أو التقليل يعني التقليل المقترن بما يدل على الرضة وقولهم من غير معرفة دليله خرجه أخذ القول مع معرفة دليله فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل أخذ المجتهد للقول مع معرفة دليله فهذا اجتهاد وافق اجتهاد القائل لماذا؟ قال له لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته يعني سلامة هذا الدليل عن المعارض يعني الدليل هذا المجتهد عندما يقف على قول العالم ودليله يعلم أن هذا الدليل قد سلم من المعارض سلمه مما يعارضه ومعرفة سلامة الدليل عن المعارض هي متوقفة على استقراء الأدلة كلها متوقفة على استقراء الأدلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد يعني لا يقدر على استقراء أدلة الشريعة كلها إلا من إلا المجتهد قال والمقلد ويسمى العامي هو غير المجتهدين فهو كل من لا يتمكن من إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة ولا يعرف طرقها فالمقلد هو غير المجتهد إذن الناس على قسمين مجتهد ومقلد المجتهد تكلمنا عنه في محاضرة سابقة وعرفنا شروطه وعرفنا ما المراد به أما المقلد هو كل من لا يتمكن الذي لا يتمكن من إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة ولا يعرف طرق هذه الأدلة هذا يكون ماذا؟ يكون مقلدا سواء كان له مرتبة في العلم أو لم يكن له مرتبة في العلم فالناوي رحمه الله له مرتبة من مراتب المفتين التي ذكرناها في المحاضرة الماضية لكنه مع هذا هو مقلد للشافعي رحمه الله لأنه لا يستقل باستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة ولا يعرف طرقها فالمقلد كله من لا يتمكن من أدراك الأحكام الشرعية من الأدلة ولا يعرف طرقها فهذا عليه هذا غير المجتهد عليه ماذا؟ عليه تقليد المجتهدين واتباعهم فيما يبينون من أحكام الشرع لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمهما عرضت للمقلد مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنها على الجملة لأن الله تعالى لم يتعبد الخلق بالجهل الله ما تعبد الناس بالجهل ما تعبد الناس بالجهل طيب المجتهد يستنبط الأحكام من الأدلة طب وغير المجتهد الذي لم تتوافر فيه آلة الاجتهاد الطبيب النجار الذي يشتغل فيه مثلا في أمور الدنيا وليس له شغل في طلب العلم وليس يبلغ درجة الاجتهاد التي تكلمنا عنها سابقا هذا ماذا يفعل؟ هل يتعبد الله سبحانه وتعالى على الجهل؟ لا لا بد له أن يقلده لا بد له أن يقلده عالما لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال لك لأن الله لم يتعبد الخلق بالجهل وهي قضية لا نزاع فيها كما يقول الشاطب يعني أطبق علماء الأصول على وجوب تقليد المجتهد إذا لم يكن هذا المقلد أهلا للاجتهاد قال وهي قضية لا نزاع فيها كما يقول الشاطبي وهذا ما عليه أئمة أهل السنة ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية أتباع بن حزم وأهل البدع يقول الحافظ ابن عبد البر المالكي بعد أن ذم التقليد وأهله وهذا كله لغير العامة الإمام الحافظ الكبير وهو من كبار الفقهاء المالكية ابن عبد البر كان له اختيارات يخالف فيها الإمام مالك كما أن النووي رحمه الله له اختيارات يخالف فيها الإمام الشافي الإمام ابن عبد البر كان قد ذم التقليد لغير العامة ذم التقليد لغير العامة وساق الأدلة والأحاديث التي تنهى عن التقليد بالنسبة للمجتهد لكن العام كما سيذكر الآن ابن عبد البر لا يلوز له أن يجتهد بل يجب عليه التقليد فما نسوقه الآن من كلام ابن عبد البر إنما هو ذم للمجتهد إذا قلد غيره فهو يرى أن المجتهد وهذا الذي عليه جمهور الأصليين لا يلوز له لا يلوز له ويحرم عليه أن يقلد مشتهدا آخر أن يقلد مشتهدا آخر أما العامة غير المجتهد فهذا لا يلوز له أن يجتهد بل يجب عليه أن يقلد المجتهد الذي اجتهد واسمت الأحكام من أدلتها الشرعية لذلك يقول الحافظ ابن عبد البر المالك بعد أن ذم التقليد وأهله وهذا كله لغير العامة فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة بها لأنها لا تتبين موقع الحجة العامة لا تتبين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بليل أسفلها وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة يعني طلب الدليل والله أعلم ثم قال الإمام ابن عبد المر كلاما عميقا قال ولم تختلف العلماء يعني العلماء لم يختلفوا في قضيتين القضية الأولى أن العامة عليها تقليد علمائها أن العامة يجب عليهم ماذا أن يقلدوا العلماء يعني المقلع العام الذي ليس له قدر على الاجتهاد هذا يجب عليه بحسب كلام من عبد البر وغيره من أهل السنة أن يقلده العالم أن يقلده العالم مقلك هذا لا خلاف فيه بين العلماء ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قد يقول قائل هذه الآية نزلت في أهل الكتاب لكن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكل من ليس له علم كل من ليس له علم وليس له قدر على الاجتهاد هذا هو من العامة هذا من العامة وهذا يتحتم عليه ويجب عليه أن يسأل المجتهد وأن يستفيد الحكم من المجتهدين قال وأنهم المرادون بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأجمعوا على أن العامة لا يدوز لها الاجتهاد والفتية أجمع العلماء هذا الأمر الثاني أنهم لا يدوز لهؤلاء العامة الاجتهاد والفتية وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي فيها يدوز التحليل والتحليم والقول في العلم الدكتور أمجد حفظه الله مؤلف هذا الكتاب تعمد النقل عن أمثال ابن عبد البر وغيره لأن كثيرا من المعاصرين ريون الذين يجرؤون العامة وطلبة العلم ويتجرؤونهم بأنفسهم على الكتاب والسنة فيستنبطونه من غير آلة الاجتهاد هؤلاء إنما ينتصدون لأنفسهم ويجوز لأنفسهم استنباط الأحكام من الكتاب والسنة ومعارضة أقوال الفقهاء ومعارضة إجماعات الأمة تارة ينتصرون لأنفسهم بأقوال أمثال هؤلاء كابن عبد البر وغيره لكنهم يجتزئون الكلام ولا يأخذون الكلام بسياقه تاما ابن عبد البر قال المجتهد يحرم عليه أن يقلد مشتهدا آخر طيب العامة العامة كما ذكرت الآن وقرأت لكم من كلامه إنما فصل في شأنهم فصل في شأنهم أن العامة لا يدوز لهم لا يدوز لهم لا يدوز لهم الاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة العامة ليس لهم إلا تقليد العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم قال قال الإمام أبو الوليد الباجي المالكي باب القول في تقليد العامي للعالم فأما تقليد العامي للعالم فجائز عند مالك في الجملة قوله جائز هذا معناه ماذا المعناه أنه واجب لأن الجواز قد يطلق على ماذا يطلق على ما هو واجب فأما تقليد العامي للعالم فجائز عند مالك في الجملة والأصل فيه والأصل فيه قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأيضا قوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم وهذا يعني اتباع العامة للأئمة اتباع العامة للأئمة وهذا ما لا خلاف فيه نعلمه والله أعلم وقال الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام الشافعي في سياق كلامه عن الطاعة وأن المجتهد لا يقلد مجتهدا مثله ما نصه الآن كثير من المعاصرين اليوم يستدل ويجتزئ نصوص هؤلاء الأئمة كما ذكرت ويسوق هذه النصوص في غير مساقها وينتصر فيها لنفسه ويسوق لنفسه بعد ذلك أن يخرق الإجماع بل وأن يجسرئ على الكتاب والسنة باستنباط الأحكام منها يجتزئ هذه النصوص العلماء كالعز والوليد الباجي وكذلك من عبد البر وغيره من العلماء إنما يذمون على المجتهد أن يقلد مجتهدا غيره أما العامة ومن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد فهذا لا يجوز له أن يشتري على الكتاب والسنة ولا يجوز له أن يستنبط الأحكام من أدلتها بل يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يتابعه وأن يقلده إماما في العلم قال وقال الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام الشافعي في سياق كلامه عن الطاعة وأن المجتهد لا يقلد مجتهدا مثله ما نصه ويستثنى من ذلك العامة فإن وظيفتهم التقليد وظيفتهم ماذا؟ التقليد لماذا طيب؟ قال لعجزهم عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد بخلاف المجتهد فإنه قادر على النظر المؤدي إلى الحكم ويقول الإمام بدر الدين الزركشي الشافعي باسطا حكم التقليد في الشرعيات أي في الفروع للعقليات أما العقليات والعقائد فهذا لا يكفي فيه التقليد لا بد فيه من المعرفة عن دليل والعلم عن دليل ولو كان هذا الدليل إجماليا قال باسطا حكم التقليد في الشرعيات أي الفروع للعقائد ما نصه؟ الثاني أي الثاني من أقسام العلوم الشرعي وهو المتعلق بالفروع والمذاهب وفيه ثلاثة يعني في قضية في موضوع الفروع والمذاهب فيه ثلاثة مباحث الآن التقليد التقليد في الفروع فيه ثلاثة أقوال فيه ثلاثة أقوال القول الأول أو الفرقة الأولى أوجبت التقليد أي مطلقا على المجتهد وغيره إذن الآن سيذكر لنا الإمام بدر الدين الزركشي الخلاف في وجوب تقليد العام للمجتهد فقال الفرقة الأولى قال لك يجب التقليد ثم قال المصنف حفظه الله ويقول الإمام بدر الدين الزركشي الشافعي باسطا حكم التقليد في الشرعيات أي الفروع للعقليات أما العقليات والعقائد فلا مد فيها من ماذا لا مد فيها من المعرفة وتكون المعرفة عن دليل ولو كان الدليل إجماليا قال ما نصه الثاني من أقسام العلوم الشرعي وهو المتعلق بالفروع والمذاهب وفيه ثلاثة فرقة أوجبت التقليد فرقة أوجبت التقليد أي مطلقا على المجتهد وغيره على المجتهد وغيره عندنا فرقة الأولى قالت يجب التقليد مطلقا على المجتهد وغير المجتهد وفرقة حرمته حرمت التقليد على المجتهد وعلى غير ماذا وعلى غير المجتهد فهذه الفرقة تريد أن تكلف العامي الذي لا علاقة له بالعلم أن يجتهده لو أن هذا الأمر كان معتبرة ولو أفتينا بهذا الأمر أو نشرنا مثل هذه القضية وقلنا يجب على العامي أن يشتهد في دين الله عز وجل تعطلت حيات الناس تعطلت حيات الناس كيف نجب على الطميب أن يشتهد في الدين وكيف نجب على المهندس والبناء ومن يعمل في التجارة وبيع الخضار والبقالة وغير ذلك هؤلاء أن يشتهدوا في دين الله عز وجل هل هذا متفرغ حتى يشتهد في دين الله سبحانه وتعالى نحن نعطل على الناس معيشتهم الله سبحانه وتعالى سخر من الناس من هو يعني يتكلم في الدين ويشتهد في دين الله سبحانه وتعالى ويطلب العلم وهناك من عنده أمر آخر يحتاج المجتمع إلى طبيب يحتاج المجتمع إلى مهندس يحتاج المجتمع إلى نجار إلى حداد لو كلفنا هؤلاء أن يتعبدوا إلى الله عز وجل بالاجتهاد وأن يجتهدوا حين إذن عطلنا على الناس ماذا؟ معيشته قال لك وفرقة توسطت إذن فرقة أوجبت التقليد مطلقا على المجتهد وغيره وفرقة حرمته حرمت التقليد على المجتهد وغير المجتهد وفرقة توسطت والفرقة التي توسطت هي فرقة أهل الصنة والجماعة قال الأول فذهب بعض المعتزلة إلى تحريم التقليد مطلقا كالتقليد في الأصول يعني المعتزلة قالوا كما أنه يحرم التقليد في الأصول في العقائد يحرم التقليد في ماذا؟ في الفروق ووافقه ابن حزم وكان يدعي الإجماع على النهي عن التقليد قال يعني ابن حزم والمعتزلة ونقل عن مالك أنه قال أنا بشر أخطئ وأصيل فانظروا في رأيي فما وافق الكتاب والسنة فاخذوا به وما لم يوافق فاتركوه هنا أخوانا هذا بلاء بلاء للأسف كان عند بعضه يعني العلماء وكذلك عند المعاصرين اليوم أنهم يسوقون عبارات هذه العبارات في ظاهرها أنها حق لكن سوق هذه العبارات يكون سوقا باطلا يعني يسوقون هذه العبارة في غير محلها الإمام مالك رضي الله عنه إذا ردنا أن نفهم كلامه لما يقول أنا بشر أخطئ وأصيب هذا من توضعه رضي الله عنه ولما قاله أيضا فانظروا في رأيه هو من يخاطب هل يخاطب العامي؟ هل يخاطب طالب العلم؟ هل يخاطب من لم يصل درجة الاجتهاد؟ لا هو كان يخاطب مجتهدا يجلس بين يديه الشافعي عندما كان يقول لطلبته إذا صح الحديث فهو مذهبي الشافعي يخاطب البويطي الذي كان يخلفه في حلقته الشافعي كان يخاطب المزني أسد الشافعية الشافعي كان يخاطب الإمام أحمد صاحب المذهب الشافع عندما يقول مثل هذه العبارات ويتكلم بهذا الكلام ويقول لا تقلدني أو يقول لك مثلا إذا صح الحيث فهو مذهبي هو لا يخاطب لي ويخاطبك لا تنزل هذه العبارات التي وجهها الأئمة لأئمة مثلهم لا تجعل هذه المقالات وتظن أنه يخاطبك بها أو يخاطب بها طالبك أو تلبيذك أو يخاطب بها عامة الناس هذه عبارات هي في ذاتها حق وهذه تدلنا على توضعهم وتقواهم لله عز وجل لكن لا نستفيد بعد ذلك من هذه العبارات أن نجرئ الناس على الكتاب والصنة حاش الشافعي وحاش مالك وحاش الأئمة أن يفتحوا بأ الباب للجميع والكل يشتهد والكل يتجرع على الكتاب والصنة الشافعي نفسه مالك نفسه هم الذين علمونا من الذي يحق له أن يشتهد في الكتاب ومن لا يحق له أن يشتهد في الكتاب والصنة فلا تأتين بهذه العبارات الواسعة العريضة ثم تجعلها وتسوق في غير مساقها نعم الأئمة كان ينهون من هو مشتهد أن يقلد أما من كان قد نزل عن مرتبة الاجتهاد وكان دون مرتبة الاجتهاد فهذا يجب عليه أن يقلد ولا يلوز له ماذا ولا يجوز له الاجتهاد ثم قال وقال عند موته وددت أني ضربت بكل مسألة تكلمت فيها برأيي صوتا على أنه لا صدري على الصياط فهذا مالك يعني الآن ابن حزم يقول لك والمعتزلة فهذا مالك ينهى عن تقليده وكذلك الشافعي وأبو حنيفة يعني كذلك الشافعي وأبو حنيفة كانوا ينهون عن تقليدهم نعم كانوا ينهون من ينهون من بلغ مرتبة الاجتهاد وهذا من تقواهم وتواضعهم لله عز وجل يقول لطلابهم الذين كانوا يخلفونهم في حلقاتهم وقد بلغوا مراتبا عليا في الاجتهاد يقولون لهم دققوا خلفنا تابعونا حققوا خلفنا تمام هذا يقوله الشافعي للمزني لكن لا يقوله لي ولكه ولا يقوله لفلان معلام من المعاصرين لما يقوله لمن بلغ هذه المرتبة الشريفة في العلم قال وقد ذكر الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال بعض جلسائه يعني بعض الجلسائي اللي كانوا عند الشافعي جهل على الشافعي فقال له يا أبا عبد الله يعني الشافعي ذكر حديثا بعض جلسائه قال له يا أبا عبد الله أتأخذ به يعني أتأخذ بهذا الحديث فالشافعي غضب يعني إذا كان حديث عن رسول الله لماذا لا أأخذ به فقال له أرأيت علي زنارة زنارة يعني هو حزام النصارى يعني أرأيتني خارجا من كنيسة حتى تقول لي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ بهذا وهل ترى الشافعية معرضا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله حتى تسأله مثل هذا السؤال الذي لا قيمة له وكم نسمع اليوم من المعاصرين ومن بعض المحسوبين على الدين يطلق مثل هذه العبارات في حق الأئمة الشافعي خالف الدليل الشافعي لم يفهم الدليل الشافعي كذا أنت تريد أن تقول للشافعي لم تفهم الدليل على قصور فهمي وفهمك نحن من نقول للشافعي لم تفهم الدليل ما الشافعي ناصر السنة الإمام أحمد يقول الشافعي ناصر السنة لكن لا تظنن أن الشافعي سيفهم الدليل كما تريد أنت أن تفهم الدليل هو يفهم الدليل كما هو يريد أن يفهم الدليل لا كما تريد أن تفهم أنت الدليل فأنت لا تحاكم الشافعي على فهمك ولا تحاكم الشافعي على فهم شيخك إنما تحاكم إنما الشافعي إمام مشتهد يفهم الدليل ويضم للدليل غيرهم ثم بعد ذلك يخرج بحكم شرعي هذه ثقتنا بأئمتنا هذه ثقتنا بعلمائنا هذه ثقتنا بأئمة الدين لا تزعزع هذه الثقة في نفوس الناس عظموا شأن الأئمة في نفوسهم وقلوبهم عظموا شأن الأئمة في نفوسكم الأئمة لا يخالفون دين الله عز وجل ولا يجترئون أن يخالفوه ولا يتغافلون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشافعي حق له أن يقول لهذا الرجل مثل هذا الكلام لأنه رآه يريد أن يجهل عليه فقال أرأيتني خارجا من كنيسة حتى تقول لي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ بهذا قال لا زال الكلام لابن حزب الآن ولم يزل رحمه الله في كتبه يعني الشافعي ينهى عن تقليده وتقليد غيره هكذا رواه المزني في أول مختصره عنه الآن هذا كل كلام من كلام ابن حزم الظاهر فقاله الآن بدر الدين الزركشي وهذا الذي قاله ابن حزم ممنوع يعني دلالته على المطلوب ممنوعة وإنما نهوا المجتهد خاصة عن تقليدهم دون من لم يبلغ هذه الرتبة من لم يبلغ هذه الرتبة من العامة ليس الخطاب له والشافعي لن يجرئه على الكتاب والسنة قال القرافي مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد لقوله فاتقوا الله ما استطعتم نعم التقليد التقليد كما ذكرنا مذموم في حق المجتهد أما في حق العالم أما في حق نعم كما قلنا التقليد مزموم في حق المجتهد أما في حق العامي هذا يجب عليه أن يقلد نعم قال واستثنا مالك أربعة عشرة صورة للضغورة مجوب التقليد على العوام وتقليد القائف إلى آخره إلى آخر ما ذكره نعم قال والمذهب الثاني الآن المذهب الثاني قال يجب مطلقا يعني يجب على العامي والمجتهد التقليد مطلقا ويحرم النظر ونسب إلى بعض الحشوية وهم المجسمة والمشبهة قال والثالث والثالث وهو الحق قال والثالث وهو الحق وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم يجب على العامي ويحرم على المجتهد الحق الذي عليه أهل السنة والمذاهب الأربعة والذي يوافق الفهم الصحيح الصوام أنه يجب على العامي الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد أن يقلد ويحرم على المجتهد أن يقلد مجتهدا غيره هذا هو الحق هذا هو التوسط قال وهو الحق وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم يجب على العامي ويحرم على المجتهد وقول الشافعي وغيره لا يحل تقليد أحد مرادهم على المجتهد يعني قول الشافعي لا يحل تقليد أحد مرادهم في هذا من مرادهم المجتهد أما العامي يجب عليه ماذا يجب عليه التقليد طيب ما هو الدليل على أن المجتهد يحرم عليه أن يقلد مجتهدا غيره قال وأما تحريمه على المجتهد فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني كتاب الله وسنة رسوله بالإستنباط يعني يجب علينا يجب على من بلغ مرتبة الاجتهاد أن يطيع الله أي كتاب الله وسنة رسوله بالإستنباط ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ قاضيا وهذا الحديث حديث معاذ تلقته الأمة بالقبول قال له النبي عليه الصلاة والسلام بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأي ولا آل فقال الحمد لله الذي وفق رسوله إلى ما يرضاه رسول الله فالنبي عليه الصلاة والسلام صوب له مقالته ومعاذ لم يذكر من جملة ما ذكر أنه سيقلد بل قال سيجتهد فدل ذلك على أن التقليد يحرم على العلماء الذين هم من أهل الاجتهاد والاستنباب ولهذا قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال وأما وجوبه على العامة يعني وأما وجوبه التقليد على العامة فلقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فأمره بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم ولولا أنه يجب الرجوع إليهم لما كان للنذارة معنا وكذلك مما يدل على وجوب التقليد قال ولقضية الذي شجه فأمروه أن يغتسل وقالوا لسنا نجد لك رخصة فاغتسل ومات فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله إنما كان شفاء العي السؤال إنما كان شفاء العي السؤال وإنما العي في اللغة معناه التعب لكن لما كان الجاهل يعني يتعب نفسه ويتعب غيره سمي الجهل عي قال إنما كان شفاء العي يعني الجهل ماذا السؤال فبان بذلك جواز التقليد ثم ذكر بعد ذلك الإمام بدر الدين الزركشي دليلا من المعقول من الإمام أبو حامد الإسفرايني قال الشيخ أبو حامد ولأنه لا خلافة أن طلب العلم من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين ولو منعنا التقليد كما زعم ابن حزم لو منعنا التقليد لأفضى إلى أن يكون من فروض الأعيان لصار هذا لصار هذا الاجتهاد من فروض الأعيان فيصير الاجتهاد واجبا فرض عين على كل أحد فيجب على الميكانيكي والنجار والحداد والطبيب والممرض والمهندس أن يشتهدوا إذا قلنا يحهم عليهم التقليد صار الاجتهاد في حق كل واحد من هؤلاء فرض عين وهذا لا يقول به قائل لأنه لو قلنا به تعطلت مصالح الناس قال ونقل غير واحد إجماع الصحابة فمن بعدهم عليه على أن العامية يقلد والمجتهد يشتهد فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد يعني الناس في عصر الصحابة كانوا يأتون إلى الصحابة ويسألونهم ويستفتون منهم ولم يأمرهم الصحابة رضي الله عنهم بالاجتهاد لو كان الاجتهاد فرض عين عليهم لو كان الاجتهاد فرض عين عليهم لأمرهم الصحابة بذلك ولأن الذي يذكره المجتهد له من الدليل إن كان بحيث لا يكفي في الحكم فلا عبرة به وإن كان يذكر له ما يكفي فأسند إليه الحكم في مثل ذلك التزمه قطعا قال وهذا هو الدليل الرابع ونقل غير واحد إجماع الصحابة فمن بعدهم عليه على ماذا على أن العامية يقلد والمجتهد يشتهد والمجتهد يشتهد قال فإنهم كانوا يعني الصحابة يفتون العوامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد بنيل درجة الاجتهاد ثم بعد ذلك أكمل الإمام بدر الدين الزركشي يعني وساق الأدلة حتى ختم كلامه بقوله قلت والفرق بينه يعني بين الفقه وبين العقائد أن المطلوب في العقائد العلم والمطلوب في الفروع الظن والتقليد قريب من الظن ولأن العقائد أهم من الفروع والمخطئ فيها ماذا والمخطئ فيها ثم قال بد الدين الزركشي ونقل غير واحد إجماع الصحابة فمن بعدهم عليه على ماذا على أن العامية يقلد المجتهد والمجتهد يشتهد فإنهم كانوا أي الصحابة يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد يعني كان يأتي العام في زمن الصحابة يسأل ابن عباس يسأل سيدنا عمر يسأل ابن عمر يسأل الفقهاء المجتهدين من الصحابة ولم يأمروهم أن يجتهدوا ولو كان الاجتهاد واجبا عليهم فرض عين كما ادعى ابن حزم لا أمر لا أمر الصحابة الناس بالاجتهاد لكن لما كان الاجتهاد فرض كفاية إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين فهمنا أن الاجتهاد فرض كفاية وأن التقليد ليس فرض عين بهذا ولله الحمد نكون قد انتهينا من الكلام على التقليد بما سقناه من كلام الإمام بدر الدين الزركشي وما ذكرناه من أقوال السابقين في حكم التقليد ومعنى التقليد كذلك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين